اشتركوا في القناة اصحاب الصغار في درس جديد من دروس قناة غادة تعليمية وقبل ما نبدأ شرح الدرس احب اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة قناة غادة تعليمية وعلى بركة الله نبدأ شرح الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ دلوقتي مع بعض شرح منهج كونكت لسنتين اعتدائي الترم الاول اول حاجة هنبدأ بيها طبعا هي اول حاجة موجودة معنا في اليونت هي يعني ايه look and listen look يعني انظر شوف بص look يعني انظر and listen and listen يعني واسمع اسمع وشوف اول حاجة لازم نعرف ان ده عبارة عن conversation يعني محافظة conversation conversation ما بين family اللي هي العيلة فهنشوف اول حاجة في conversation هي عبارة عن ايه او بتقول ايه good evening good evening good evening this is my grandpa this is my grandpa في بنوتكت وقالت ان ده جدي بتعرف فعلتها ببات او بتعرف انه اسبالتها this is my grandpa يعني ده جدي grandpa يعني this is يعني هذا هو ده جدي ده my grandpa فجيورتيني وقال this is my cousin this is my cousin cousin يعني ابن خالي او ابن عمي this is my cousin يبقى كده عندنا اول حاجة grand pa يعني جدي طيب تاني حاجة my cousin cousin ابن الخال او العمي ابن الخال او ابن العمي رقم ثلاثة هنشوف بقى مع بعض اي تانيك الجديد he is five years old he is five years old يعني ايه he is five years old يعني هو عنده خمس سنين هو عنده خمس سنين these are my friends these are my friends يعني دول اصحابي دول اصحابي these are my friends تمام تمام these are my parents these are my parents these are my parents يعني these are my parents اول حاجة these are هارفناه من هنا اللي هي دول تمام my parents my parents يعني والدي والدي الوالد والوالد اللي هو الأب والأم يبقى عندنا parents parents الاباء تمام يبقى كده عرفنا انه grandpa يعني جلد cousin يعني ابن العم او ابن الخل friends اصدقاء parents يعني الاباء صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله زي ما احنا قلنا ان unit 1 بتكلم على family فانا طبيعي ان كل الكلمات اللي انا هحفظها في unit 1 هي عن family ودي الكلمات يا اولاد اللي هنحفظها family grandparents الأجداد grandparents اللي هي grandma جدة والgrandpa الجد الأنكل عم وعندنا parents اللي هما father father والmother father and mother parents الوالدين sister أخت و cousins يعني أولاد العام تعالوا كده سوى نقرأ الparagraph ده الparagraph يعني قطعة مكونة من عدة جمل بتتكلم في موضوع واحد تعالوا نقرأ الparagraph ده بيتكلم عن ايه؟ ولازم تتعلموا وتقروا معي let me introduce my family خليني أقدم عائلتي these are my grandparents هؤلاء أجداد this is my uncle his name is Amr he wears the glasses can you let me see not door look at my parents who my parents look at my parents my father is a teacher and my mother is a nurse my sister Amina is five my cousin Mona is eight and my cousin Mason is six أقعدوا أقرب قطعة دي كتير لحد ما تلاقوا نفسكم بتقروها بسرعة و منتهى السهولة و مفيش حدا وقفة معي صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله تبقى حاجة هنا لو انتوا لحظتوها تبقى شطار جدا هي this is way these are كمام ايه بقى الكلام ده عايزين نفهم مع بعض يعني ايه الكلام ده طيب ليه هنا قلنا this is my grandpa وهنا قلنا these are my friends نلاحظ انه لو فيه حاجة جمعية يعني شخصين او اكتر اكتر من شخصين او اتنين يعني لو اتنين اللي هو انا مثلا وانت يلي بتتفرج عليها وانت يلي بتتفرجي عليها يبقى احنا الاتنين كده هنبقى we وهيتقال علينا لما حده مثلا ينتكلم عننا هيقولوا these are my friends is تمام حلو الكلام طيب في الجهة المقابلة لما نيجي نتكلم بقى عن حد واحد تمام يعني نقول كده شخص واحد تمام هيبقى this is my friend يعني ده صحبي او دول اصحابي تمام يبقى these are my friends this is this جت مع المفرد اما this are تمام جت لما كان في جمع والجمع في الانجلش اتنين او اكتر الموحز ان لو في حاجة مفرد هيجي معاها is اللي هو طبعا verb to be اما لو جت حاجة جمع هيجي معاها or برضو اللي هي verb to be صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله لما حد يقول لنا good morning grandma good morning dear يعني صباح الخير دي برضو من الحاجات الكلمات اللي لازم تتحفظ good afternoon arwah good afternoon grandpa good evening grandma good evening arwah good night arwah good night grandpa good night بنقولها لما نكون راحين نيني اوكي يلا نكرم I say good morning to my mom and she says good morning to me يعني انا بقول صباح الخير لامي وهي كمان بتقول لي صباح الخير I say good afternoon to my grandpa and he says good afternoon to me I say good evening to my grandma and she says good evening to me I say good night to my dad and he says good night to me يبقى انا هاحفظ مع كلمة الفاملي good morning, good afternoon, good evening and good night نكون خلصنا الجزء الاول من يونت اما بالنسبة لاخر حاجة هناخدها النهاردة هي الجزء المختص بالساينز اجزاء اليوم يعني ايه اجزاء اليوم تعالوا كده نشوف سوا هو ده The sun comes up in the morning يعني الشمس تصطى او تظهر في الصباح طبعا احنا عارفين اول حاجة الشمس بتطلع The sun comes up in the morning تعالوا بعدين ايه اللي بيحصل The sun is in the sky in the afternoon طبعا الشمس تطلع في الصبح والشمس بنشوفها في السماء In the sky في السماء In the afternoon يعني في فترة الظهيرة او اللي هي فترة بعد الظهر تعالوا بعدين ايه اللي بيحصل The sun goes down in the evening الشمس تغرب goes down لما اقول The sun goes down يعني الشمس بتنزل يعني بتختفي The sun goes down in the evening او الشمس بتغرب في المساء In the evening طبعا بعدين ايه اللي بيحصل The moon is in the sky at night ونبدأ بالليل At night يعني بالليل بنشوف ايه في السماء The moon وهكذا وهكذا كل يوم وثاني يوم تبدأ The sun comes up in the morning When the sun is in the sky in the afternoon The sun goes down in the evening With the moon is in the sky at night صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله دلوقتي هنكمل مع بعض Unit 1 طيب هنقول فيها ايه unit 1 في المرة دي Greetings Greetings يعني ايه greetings يعني ايه greet أصله يعني تحية نحيي بعض ازاي طيب اول حاجة هي Read and say Read قولنا يعني نقرأ Say يعني نقول بصوت اوكي نشوف الاول مع بعض Good morning grandma Good morning يعني صباح الخير Good morning Good morning grandma صباح الخير يمين Grandma يعني جدتي زي ما قلنا Good morning dear ايه dear ده Dear يعني يا عزيزتي يا حببتي صباح الخير يا حببتي يعني يبقى دي قصة conversation ما بين اروه وجدها وجدتها على مدار اليوم ازاي بتحيييهم كل ما بتشوفهم Good morning grandma Good morning dear Good afternoon اروه Good afternoon grandpa اروه ده اسم البنت Good afternoon يعني مساء الخير وعلى فكرة بوردو Good evening يعني مساء الخير بس Good afternoon اللي هي بتبقى بعض الدهر اما بالنسبة لGood evening اللي هي بتبقى بعض المغرب بالليل يعني ف Good afternoon اروه Good afternoon Grandpa Good evening Grandma Good evening اروه طب ايه بقى Good night Good night يعني تصبح على خير Good night يعني تصبح على خير اللي هي بتاعت قبل النوم على طول طب ايه بقى طب ايه بقى Good night اروه Good night Grandpa ده لما تكونوا داخلين تناموا مش في الليل خلص يعني لما تشوفوا حد وانتوا صحين متقولوش Good night لا تقولو Good evening Good night هي بقى معناها ان انتوا داخلين تناموا تصبحوا على خير يعني كده احنا خلصنا ده بس نسأل سؤال اروه هتبقى هي هي ولا هتبقى شي ولا هتبقى i طيب هي i مبدئيا غلط لان انا مش بتكلم عن ناس تمام انا بتكلم عنها عنها مش عنه يبقى هي برضو غلط لان انا لو بتكلم عن ولد هيبقى هي انما انا بتكلم عن بنت يبقى هتبقى شي تمام دي بس عشان نفكر نفسنا واحنا بنحاول ان احنا دايما يعني نفكر نفسنا بالحاجات طيب انتو تفتكروا الكمبرزيشن دي عشان يعلمنا ايه علشان يعلمنا ازاي نسلم على بعض او دي تمام وكل حاجة بس اهم حاجة ان احنا نتعلم جود مورننج معناها ايه جود افترنون معناها ايه جود ايفننج و جود نعت حتى بتتكرر مرتين يبقى نفتكرها دايما الصبح نسح من النوم نقول لبابا وماما او لأي حاج موجود معانا او حتى الزميلنا في المدرسة جود مورننج للتيتشر جود مورننج تيتشر طيب والتيتشر على فكرة سواء مدرس او مدرسة طيب جود افترنون دي بعض الظهر واحنا مثلا بعض الظهر في المدرسة وقابلنا مدرس او مدرسة في المدرسة في اي مكان نروح اقيل لهم جود افترنون اما بالنسبة لجود ايفننج فدي اكيد مش نقول للمدرسين لانه هتكون بالليل هتكون بعض المغرب الفترة من السيادة فاني فنقول لها البابا والماما او الى اللي موجودين معايا في البيت او لو حتى يصحابنا ذو قاعد معايا في الليل ونقول لها اللي موجودين في البيت قبل منامنا سلوا 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 على رسول الله سلوا صلوا صلوا على رسول الله الآن سأنتحدث بقى نفس الكلام هو الحالو له ساعت وهو الاشياء الاشياء ياهد أقدم صديقي مثلا للفاميلي هنقولها ازاي هاني and hannah have new neighbors neighbors يعني جيران ونفتكر دايما يا أولاد ان الجي اتش سايلنت الجي لما يجي وراها اتش تبقى السايلنت يعني ايه سايلنت يعني ما بتتنطيش زي كلمة night n-i-g-h-t ال-g-h انا ما نططهش اصلا night neighbor neighbor neighbors يعني جيران هاني and hannah have new neighbors good morning تقولها صباح الخير انا رانا وهو بيعرف نفسه انا رامي these are my parents يعني هؤلاء بابا ومامو this is my sister ودي اختي i'm hannah this is my brother هاني انا هانا ودا يبا اخويا هاني هانا هاني و هانا want to play with رامي و رانا هاني و هانا want to play يعني عايزين يلعبوا with رامي و رانا عايزين يلعبوا مع رامي و رانا خلاصهم ما بأ أصحاب هانا come and play this afternoon يلا تعالوا العب معينا this afternoon او بعث الظهر قالوا I can't مقدرش لا استطيع I can't I have to help my parents لازم أساعد والدي I have to help my parents هو عايز يساعدهم ام صاحبه رامي قالوا we can help احنا كمان نقدر نساعدكم طبعا لما يكون صحابنا محتاجين مساعدة لازم نساعدهم هاني helps رامي هاني ساعد رامي finished خلصنا finished thank you let's play مش احنا خلصنا let's play يعني هيا بنا نلعب خلصوا و بدقوا يلعبوا the families are now friends العيلتين بقوا صحاب the families العائلتين are now friends good evening these are my new friends دول صحابنا القداد هاني and هانا these are my new friends رامي and رانا يبقى هاني و هانا و رامي و رانا بقوا neighbors جران وبقوا friends صحاب و كده يا ولات يكون جزء الاول من unit 1 primary 2 خلص thank you so much ذكروا كويز good bye واستنوني في الفيديو اللي جاي و ما تنسوش لاول الفيديو عجبكم تعملوا like و subscribe للقناة وشير كتير لكل صحاب thank you so much واستنوني في الجزء التاني من unit 1 باي باي